كابتر رامي في أسماء تتردد دلوقتي في مفاوضات لضبهم من أندية خالجية وأندية خارج مصر حمد شناوي حمدي فتح وحسين الشحات أبرز ثلاث أسماء يعني عندهم أرود مين اللي من الثلاثة دول لو خرج من الأهل الأهل يخسر؟ في الوقت ده؟ حسين حسين لو خرج الأهل يخسر حسين وشناوي حسين وشناوي حمدي ممكن يخرج عادي لكن حمدي عادي أنا بقول لك النادي عادي بيمتلك في ملعب على أعلى مستوى الحمدي لو طلع في اليعواط أكيد وندد رجع ندد رجع إن شاء الله أنت عندك معلومة؟ لا أنا قريتها بس أنا عارف أنه ما رجعه ندد يعني الراجل مقتلع لندد لعب صغير وهو ظروفه بس أنه عاد فترة كبيرة مصاب فكان محتاج ياخد ماتشاط هو في فيتشار ماشي كويس فعطاك أنه ويرجع وعندك مران عاطية وديانجو والسولية لا وأنت ناس كمان واحد مهم جدا أكرم توفير أكرم طبعا 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 فأنت الأهل لو حسين بس الشاحات هون المشي يعني حسين من اللعيبة اللي انت بتلعب عليها بتبقى مرهقة بالنسبة لك متعبة اللي انت بش عايفه وعايز يعملين صحيح حسين لعيب زكي جدا وبيعرفي واحد عادي عادي وعنده حلول عادي حلول كنت بتاخد في الأهل مثلا مثلا يعني أنا عادي في الأركام دي مكتش وقتها يعني أتكلم على دلوقتي اتناشر مليون جنيه او خمستاشر مليون جنيه طبعا طبعا اكيد اي حد يفكر خصويا احتراف برا مصر صحيح لكن لو جوا مصر لأ جوا مصر مبلغ قريب لأ تخليك فتادي الأهل يحسن اس طبعا a تحلقه